السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شير يأخذك إلى الجنة وشير يأخذك إلى النار تعالوا نعرف بعضا بنصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أكبر نعمة في حياة العبد إنه هو يبقى عنده حسنات جارية يبقى نايم في قبره أو هي نايمة في قبرها وعندهم حسنات شغالة ما شاء الله وبتوصلهم لحظة بلحظة في القبر وبتدخل عليهم نعيم وسعادة وسرور بفضل الله وأكبر مصيبة في حياة العبد السيئات الجارية إنه هو يبقى نايم في قبره وهي نايمة في قبرها ويبقى يوصلهم سيئات كل لحظة لأنهما سنوا سنة سيئة في الحياة الدنيا وهذا ما أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها طيب هو مات خلاص هو أجر من عمل بها إلى يوم القيامة الله أكبر ما شاء الله هو مات أو هي ماتت والحسنة شغلة وإيه والسنة الحسنة ما زالت يعمل بها فالحسنة توصلهم إلى يوم القيامة طيب ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها طيب هو مات خلاص ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة سيئات عملت وصلوا في قبره وهو نام في قبريه ولا حوله ولا قوة إلا بالله وفي الحديث الذي رواه أحمد والبزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعلي له نفس أجر من يفعل هذا الخير بفضل الله ده منطوق الحديث طيب ومفهوم الحديث والدال على الشر كفاعلي واللي يدل الناس على الشر ويعملوا به في حياته وبعد موته كل دف ميزان سيئاته ولا حول ولا قوة إلا بالله عايز أقول لحضرتك وحضرتك كلمة مهمة جدا حضرتك عارف أنك لما بتعمل شير بتشير فقط لا أنت شيخ ولا أي حاجة وما عندكش علم لكن بتوصل علم المشايخ والعلماء للناس لما تعمل شير لمقطع مدته مثلا خمس دقايق في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المقطع مدته خمس دقايق اتفرج عليه مئتين ألف واحد يبقى مئتين ألف في مدة المقطع خمس دقايق يبقى مليون دقيقة يبقى حضرتك المليون دقيقة دولت في ميزان حسناتك إنك شغلت المسلمين بطاعة الله وبيتعلم سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في مقطع واحد خمس دقايق شيرته وشافوا مئتين ألف كل ده مليون دقيقة في ميزان حسناتك وفي ميزان حسناتك لو شيرت هذا المقطع فتخيل بقى وتخيلي لو كنتم كل يوم بتشيروا عشرات المقاطع تساوي مليارات الحسنات ده وانتوا عايشين وبعد ما تموتوا ربنا يديكوا طولة العمر مع حسن العمل وحسن الخاتمة تلاقوا الحسنات شغالة وبتوصل لكم في القبر بفضل الله طب في المقابل بقى لو واحد بيشير مقطع فيه كليب أو مناظر عارية أو فيه أشياء خادشة للحياة أو مقاطع أغاني ولا تمثليات ولا أي حاجة فيها معصية لو شيرت مقطع خمس دقايق شيرته لنت اللي صورت الفيلم ولا الكليب ولا إحباس شيرته عملت شير بس فلو الخمس دقايق دولت اللي كان فيهم رأسة أو كليب أو أغنية أو مشهد مش كويس اتفرج عليه ميتين ألف واحد في خمس دقايق يبقى مليون دقيقة مليون دقيقة في ميزان سيئاتك المليون دقيقة دولت لما نضرب كل دقيقة في ستين سانية يبقى ستين مليون سانية في ميزان سيئاتك طب السانية الوحدة عشان الصورة تفضل سبتة لمدة سانية بيتحتاج ستاشر صورة يعني ستاشر صورة في ستين مليون سانية بتسعمية وستين مليون سانية بستعمية وستين مليون سورة تخيلوا تسعمية وستين مليون سورة يعني حوالي مليار صورة يعني مليار صورة حرام مقطع واحد مدته خمس دقايق شافوا ميتين ألف واحد فتخيل حضرتك بقى لو كنت بتشير في اليوم عشرات المقاطع من الكليبات والمشاهد العارية أو المحرمة أو الأغاني المحرمة تخيل حضرتك كم يكون من المليارات في ميزان سيئاتك عشان كده بقول ارفق بنفسك ويعني حاول بقدر إمكان أن أنت تعيش حياتك في طاعة الله ولو مت بعد عمر طويل يبقى لا تترك إلا سنة حسنة وخير تدل الناس عليها عشان يبقى في ميزان حسناتك ويوصل لك في قبرك واحد في يوم الأيام فتح صفحة على الفيسبوك فكان لا ينشر على الصفحة إلا مشاهد عارية وقبولات وصور بنات على الشواطئ وبالميوهات وسبحان الله وقدر الله أن كان إخواته ينصحوه لوجه الله يا حبيبي ما تنشرش الكلام دوت لو مت ولا حصل لك حاجة مين يا ابني اللي هيقدر يقفلك الكلام دي احنا ما نعرفش البسورد ولا نعرف أي حاجة عن الصفحة بنفسك كل اللي هيشوف الكلام ده في ميزان سيئاتك وكان يعند ولا يريد أن يغلق الصفحة وفضل سنوات طويلة ينشر هذه المساخر والمعاصي وسبحان الله وقدر الله أن يموت فجأة وولسه في عز شبابه وإخواته بيقولوا مش عارفين نعمل إيه نقفل له الصفحة إزاي ما نعرفش البسورد بتاعها ولا عارفين نقفلها وكل ده شغال في ميزان سيئاته ولا حوله ولا قوة إلا بالله فيبغت اللي يموت وتموت مع سيئاته ويبغت اللي يموت ويكون ليه حسنات شغالة وده أحسن ألف مرة بفضل الله سبحانه تعالى هتخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو الواحد مات وصفحته اللي عليها معاصي أو قناته اللي عليها معاصي وعليها سيئات ما زالت بتوصله في قبره فلازم الإنسان ينتبه ولازم يأخذ بانه من نفسه الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا مات الإنسان يتبع الميتة ثلاثة ماله وأهله وعمله المال والأهل والعمل يتبعون فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله سواء العمل اللي هو عمله أو السيئات أو الحسنات الجارية التي تكون بعد موته ما هو الإنسان لما بيموت إما يكون مالوش حاجة جارية لا سيئات ولا حسنات هو عمل حسنات فساعدت أخذ الأجراها الحمد لله ودخل القبر لكن فيه واحد بقى همته أعلى لا ده أنا مش عايز أموت بالحسنات اللي أنا عملتها بدونيتي وبس لا ده أنا عايز أسن سنة حسنة واعمل صدقات جارية ودل الناس على حسنات جارية عشان ما نعمل بها إلى يوم القيامة يكون في المزان حسناتي هو ده الأصل الإنسان لازم يكون عنده الطموح ده بفضل الله سبحانه وتعالى فلما الإنسان يموت يحرص كل الحرص إن يكون في خير يوصله في قبره يمكن أهله ينسوا يدعوله يمكن بعض الناس ينسوا في مشاغل الحياة فيبقى عمله بفضل الله يوصله الخير عن طريق العمل ده ويكون شفيعاً وأنيساً له في قبري بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده بقول لحضراتكم شير يأخذك إلى الجنة وشير يأخذك إلى النار بالله عليكم شوفوا كويس أو أنتوا بتشيروا إيه سواء على السوشيال ميديا في كل أنواعها شوفوا بتشيروا إيه وشوفوا اللي بتشيروا ده هيكون خير لكم في دنيتكم وآخرتكم وفي قبركم ولا مش هيكون خير رجمعاني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته